سيدي في كتابكم أساسيات في نظام الحكم في الإسلام أكدتم على موضوع دولة المواطنة ماذا تقصدون بدولة المواطنة؟ دولة المواطنة لها أول شيء هي دولة تقوم على الشورى تقوم على تداول السلطة تقوم على تكافؤ الفرص تقوم على المساواة بين المواطنين المواطنون جميعا أمام القانون السواء تقوم على الشفافية تقوم على النزاهة هذه هي دولة المواطنة وهي نفس الدولة الديمقراطية نحن وضعنا قيدا قلنا نحن نختلف مع الديمقراطية في قضية التشريع أن التشريع هو من حق الله سبحانه وتعالى